لا توجد دولة ذات سيادة يحركها سفير من هذه الدولة أو تلك وتتحكم بقراراتها وتصنع سياساتها الداخلية والخارجية ميليشيات تتبع مشروع دولة أخرى هذا هو حال العراق منذ عام 2003 ولم تتغير هذه الحالة رغم مرور كل هذه السنوات فهو أشبه ما يكون دولة خاضعة للوصاية الدولية بحسب وصف معهد واشنطن للدراسات الاستراتيجية وذلك نتيجة ما يمر به من أزمات على الصعيد الداخلي والخارجي المعهد الذي توقع عودة العراق تحت الطائلة البند السابع ذكر أن الواقع السياسي والقانوني المتراجع في العراق يشير إلى أن البلاد لا تزال تواجه مأزقا استراتيجيا عميقا وأن الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 أقحمت البلاد في أزمات داخلية معقدة من فساد وفوضى واستقطاب سياسي الأمر الذي حول الحكومات إلى حكومات تصريف أعمال تتقاذف الاتهامات فيما بينها معهد واشنطن بيّن أنه على الرغم من إخراج العراق رسميا من عقوبات الفصل السابع إلا أنه لا يزال يواجه خطر انتهاك العديد من قرارات الأمم المتحدة وهو ما قد يؤدي بدوره إلى إعادة تفعيل الفصل السابع بسبب سماح حكوماته واستضافتها عددا من الميليشيات الخطرة المدعومة من قبل إيران بما في ذلك التي أدرجتها الولايات المتحدة على قائمة الإرهاب مثل ميليشيا العصائب وحزب الله وبوجود الإطار التنسيقي في السلطة تصاعد دور هذه الميليشيات إلى مستويات غير مسبوقة وباتت تشكل مصدر إحراج للعراق على مستوى المنطقة الغزو الأمريكي للعراق لم يكن حدثا عابرا له أهداف اقتصادية وأمنية محدودة فحسب وإنما هو مشروع تفكيكي حول العراق إلى بؤرة توتر تجعله بحاجة إلى الوصاية الخارجية التي تضمن لقوى الاحتلال تنفيذ مخططاتها